اشتركوا في القناة مدير على مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دكتور باسيم ظهر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يعني إلى جانب الصناع على النفط أيضا في الصراع على المياه ونعرف أكثر يمكن العدو الإسرائيلي كان عنده أطماع بقصة المياه اللبنانية رايحين على صراع بعض النفط صراع على المياه مين رح يسبق مين؟ الغاز ولا الماي؟ الصراع الغاز قائم صراع الغاز قائم له فترة صراع الماي تاريخي هذا مش من هلأ من أيام نوجد الإنسان كان صراع قبائل وصراع مدن وصراع دول أكيد هلأ مستمر يعني نحن الحمد لله الله نعم علينا بماء في لبنان بس طبعا في ناس فيها يعني حوالينا الدول مش عنده شح بالمياه وأكيد العدو عنده كمان شح كبير بالمياه نحن نعرف أنه لوما الوزاني والحصباني بحير الطبرية تنشف والإسرائيلي بصير عندهم أزمي كبيري بالماي وبفوتوا بالحياة بكل ما للكلمة بمعنى ونحن مايتنا بالوزاني مش عم نستعمل عم نتركله نياها عنا فيها تقريبا بين 400 و 500 مليون متر مكعب يعني ليطاني تاني نستعمل منه مليون مليون يعني بالسنة وتركين الباقي تركين الباقي سوء إدارة ولا تركين إباقي قرار سياسي ضمه لكيال إذا ما فيه يعني إذا ما فيه قرار سياسي لإدارة ما فيها تشتغيل نحن هلأ عملينا تصميمنا محطة كاملة بالوزانية بدنا نشتغلها بس إذا ما فيه قرار سياسي مثلا ما فيها نشتغلها إذا ما فيه حول قرار سياسي لخدمة مين هون قرار سياسي معيه لكيه فيه محل بدون يزينه إنه إذا فيه لقوا خطر كبير ممكن تسببه بعدها صار ميزان مصحة عامي عفوة عم بقطعك لأنه لأنه السؤال عطول بنقول نحنا أغنى ناس بالماء بالشرق الأوسط ومعنا ماء نشتري بالشتوية صهاريج مياه يعني هيدا الشكوى لكل المواطنين فيه سوق إدارة بتوزيع المياه شانا أم أبينا وفيه عم تقول لك قد فيه كم مليون متر مكعو عم نستفيد منه مليون سوق الإدارة سوق الإدارة السلسطاني موجود نحنا بسنة الأهل المؤسسات على قليل المية هنعمل لسنة الألفان ما تطوريت يعني عم تحكي عشرين سنة مؤسسات ما تطوريت مهترقة أنونة مبيركة أنا بتعمل سوق إدارة عم بقول القرار السياسي للقلط لا لا مصبوط هي فيه سوق إدارة بكل مفصل من مفصلها يعني مش بكل مفصل من مفصل المؤسسات فيه سوق إدارة ما حل ما بدك والأوانين اللي موجودة بتساعد على سوق الإدارة والأوانين بتكبلها ما بتخليها تتطور وأكيد موضوع تدخلات سياسية فرطت الإدارة يعني منيها اللي عن جهد عم بحكي منيها اللي بعد في شي هيك هيكلية هيك معينة بعدها مضاينة حتى عم تقدر تقوم هيك بحد أدنى من عملها ولكن موضوع الماء لا موضوع استراتيجي أكتر موضوع بدنا نطلع عليه بطريقة جيوستراتيجية أكتر بس عكل حال أكيد موضوع الماء ياخدنا على مشكل إذا ما كنا أتحالنا فيه لح نخسر كمان الماء طبعيتنا موضوع مياه الوزاني إذا ما نستخدمها يعني كل ما نطلع بنت جبال ومرجعيون هذا وضل بلا ماء مين عم يمنع هذا السيء؟ مين عم يمنع استعماله؟ هلأ عكلها اللي احنا حطينا عملنا تصميم 12 مليون متر مقر أنا معادي شك بالإدارة والتصميم لا لا عملنا أصلي خليني شوف مين يمنع مين يمنع أكيد الإسرائيلي من معها الجو عم بحكي بالداخل لبنان مين عم يمنع الخدمة من؟ هذا هوني السؤال طبعا شفنا المعركة اللي الآن فيها الرئيس بري والمفاوضات كرميل ترسيم الحدود كرميل قصة النفط والغاز والبلوك 9 كلها هوله قصتين أنا بنحكي فيها طيب بس مين عم يمنع مين بالألفين وأربعة بالألفين وأربعة وقت كانوا عملوا لمحطة كمان كانت الإدارة السياسية كلها مع كان وقت رئيس الحد الإدارة السياسية كلها مع وشفت قد عملت أزمة كتير كبيرة مين بيمنع في كتير نصة تضغط علينا دول المبررة تضغط علينا بالآخر الإدارة السياسية ضغطات خارجية وعملنا في دول داخلي مية بمية ولهيك هلا بدك اوضح من هيك هلا يعني الامريكاني بيقله الاف هوني بيكون وصل لليالة حالو انا بدي اقل لك شافي عن تجوبي صارت 8 سنتين اجا فريق تركي على لبنان تابع لمصلحة مياه من انقرة اسألتهم وقتها شو جين تعملوا قال جين نعموا الابحاث عن المياه بلبنان ما عطوا جواب اكتر هيك عاصي اوكي شو ان عاصي بيمروعة العاصي معندك اي فكرة عن الموضوع مامعرف بالضبط لا هني شو ال 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 الهدف عاصي نهر العاصي مبروعة تركية اه يعني جايين كرمال نهر العاصي جماع هيك يا كا اا فكرة مبدئية ام الا اذا جاي مشان الغاز كمان هنه انه كانو قالوه ماي وهنه غاز بس هنه جايين كرمال العاصي تبتعتبر احا اا نوصل لمرحلة لعمل مفوضات كرمال المياه اا اا اكيد احنوصل لها المرحلة هلأ ما أعرف أمتى ولكن لحنوصل وهيدي حتكون مفاوضات صعبة بينه والإسرائيليين طبعا لأنه إذا ما بياخدوا كل نقطة عبوحير الطبارية عندهم مشكلة طيب هيدا عم نحكي نحن بالشأل جنوبة لكن عنا أيضا مشكلة بالسمال وبالبقاع وبالسفاحل سوق إدارة كلها سوق إدارة سوق إدارة مش بسبب الناس يعني بسبب كل اللي حكيناها سوق إدارة وهذا يعني ممكن تفاديه كان وممكن تصليحه إحنا بجنوبة عملنا كتير شغل حطينا خطة بخمس سنين خلصنا هيدا الشغل في مناطق تاني كل منطقة عندها تحدي طبعا يعني شفت مبارح مثلا بالبقاع كيف كانت المظاهر مسلحة وهيدا بأثر على الإدارات يعني على عملها شفت مثلا بشمال كمان نفس الشي ممكن يكون في مشاكل في محلات شفتنا كيف ما قدرت الدولة أصلا يعني كتير تعالج قصة موضوع تلوث الليطاني يعني شفتنا كمان المحسوبيات والتدخلات للمعامل مسلا مسلا الحد قدنا بالليطاني محمول الحد الأعلى مشكلة بس حتى هيك كممكن إذا فيه شغل جدة بحرة الأرعون تتنظف بس فيه شغل جدة يعني نهر التايمز وبريطانيا كان ملوث نضيف نهر الدنوب بثار كل الأنهر بأوروبا بعد حرب عالمية تاني كانت ملوثي الصين لحد هلأ لابلشوا ينطفوا أنهر الدنوب بينضف بعش الصين بينضف بس بدك تبلش هلأ ما بلشها من نسبة النهر اللي كتير منيح بس ما في يعني إذا بدك ما في حلول عدمية للموضوع بس ما بلشنا علمي بلشت سياسي بلش عطو الصلاة مع هذا يعني الشي في المنظر سودوي لموضوع علمية بلبنان؟ لا ما أنه سودوي لكن بلبنان نحن شعب تغنج وتدلع طريقة التركيبة المالية اللي كانت موجودة وتركيبة السياسية إنه تدين وصروف ما تتعب راسك ما تتعب حالك متلقات واحد يكون عنده ولد يدلعو بيطلع عمدلع آخر شي لا بيشتغل ولا بيشتغل ولا بيشتغل واني نحن نفس الشي نحن تدلعنا طيب عندك زراعة ما بدك تزرع عندك صناعة ما بدك تصنع عندك المي تبعيتك عمدلوع ما بدك تجيبه شو تكتسوي؟ شو بدك تعمل؟ دعني كلا قتلي بنرجع نفس الشي طيب واحد يكون عنده ولد بلده أول قتلي قتلي بيمشي حاله ولو دولي جماعة دولي حماية مش عارفين ويزعلونا الحكي نحن بني كلا قتلي وهلأ نحن بالفلقة والجتمع اللبناني هلأ بالفلقة وللأسف رايحين يعني على وضع مش تنيحة طيب الحديث العلميه انبساطت طيب يعني مارك يعني تكملوا مشروع سيد بصري دعك لازم يتكمل مش مصد بصري انت من مؤيدي؟ مش موضوع علمي نرجع انسى السياسي موضوع علمي هيدا مثلا بدنا نكلف هالقالي من هلأ الى سنتين ثلاثة وقت اهل بيروت تكنابس ايضا في علماء وخبر بيئيين وخبر كذا ما فيه ما فيه ما فيه اي كلام علمي اكتبعنا الموضوع ما فيه اي كلام علمي من الحكى بودة انه سد بصري حيكون والله منه على القليلة حتكون ايجابياته احسن من سلبيته خلينا نقولها هيك الاكيد بالطبيعة ماشي مظبوط طص شجر صحيح هالحكي ولكن بدك تشوف الاولويات اي اولوية ما بعناها منقول بدنا نزرع ونصنع ولا لا زراع وصناع بدك موضوع يعني بصرحة يعني طبعنا موضوع سد بصري وعملنا حلقات واربورتاجات عن هالموضوع يعني شفنا كمان خبر البيئيين عالميين ولبنانيين وايضا يعني غير نشطي البيئة كنو عم يحضروا من موضوع سد بصري وقصة كمان على فيلق الزلازل الفيلق الزلازل مش صحيحة الخبرية هو عفيلق الزلازل ما في نظرية ما في تجربة علمية بتقول انو هيصير عنا الزلزل كمان يعني يعني كمان ما عطوا الحل يعني عطوا الحل من قصة الموضوع اللي تانو سد الراكبي انو بيتنظف الماء وينجر الماء يعني في طرق كانت بديلة ليش تنشيل محمية منرجع هلا محمية هوني عم تصير باللقجيري عم تشوف اللقجيري هلا محميات طبيعة محمية 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 صارية طبعا محمية إذا قدام حشتك للماء ما بنا نشوف الحاجات عندك عطش بس العطش ما بيتعالش بغير طريقة غير سد بصري السدود لازم تنعمل لتحفظ الماء السطحية كلها سدود كلها الدعاين عم تسمعها مش مظبوطة السدود اشتغلت عم يطلع مرات في كراكس بالقرب بيعملولها بيرجعوا بيسكروها وترجعوا بتشتغل بعدين هاي السدود اللي عنا هادي برك يعني ما تفكرها سدود سد النهضة كلها سدود صغيرة ولكن بلس سجلوا بسجل الإنجازات الكبيرة نعم همستوى اللبناني بجينا في لبنان إذا حطيت حجر فوق حجر يعني عملت إنجازي كبير لا هدا موضوع سمعت نظريات انه استعملوا المياه الجو فيه هاد انا محكي عن نظريات يعني ما بيعرف الألف من البيه مياه الجو فيه حق مصاري لتطلعها ما نبلاش هاي المصاري كيفية أن تكسر المؤسسات شايف هذا المصاري بدك كهرباء بدك مزود كهرباء والمزود كيفية أن تكسر المؤسسات لازم تروح للمياه السطحية المياه السطحية إذا لقيت والله عندك حل غير السد أهلا وسهلا أهلا وسهلا بس مش إنه كمان نظريات من جيب الليطاني ومدر جيب الليطاني ومدر جيب الليطاني ومدر بقى حول مشروع السدق 800 وشو جبنا وشو أخدنا فيه يعني هدي السنة حطينا عليه شو عملنا فيه طيب لموضوع الاستراع الأقليمي خلينا إذا صح التعبير حول المياه يعني عم تشوف التحرك اليوم بالبحر المتوسط كرمال الغاز هني زيتهم الأفريقاء على حيث فارعوا كرمال المياه ديك لأ موضوع المياه موضوع إقليمي محلي موضوع الغاز موضوع عالمي هلا مشان يعني منيح منيح الناس تعرف إنه أرمينا أزربيجان موضوع غاز ماكيد مش على طلال يعني موضوع غاز موضوع غاز إلو علاقة بالمفاوضات اللي صارت عنها اللي بده تصير شايف هدي ما ربطينه بعض هل صحيح ما يحكى إنه تركيا نقلت السرع من البحر المتوسط للكوكاس؟ لكن موضوع أكبر من هيك بش يعني هي موضوع فيه فيه خط بدون يقطعوه بتعرف هي الغاز بسيطر عليه بالعالم الروس نظبوط وعم تبتز الأوروبية بر الغاز ما شعم تبتز عم تعطيهم غاز عم بسنوا بالغاز يعني ابدأ تشوفها بالحسابات يعني إنه وين عم يبتزوا بالPTU قديش 1 مليون BTU ما بالبترول قدي حقه بيطلع معاك الغاز سعره أقل مما لازم يكون إذا بتقرنوا مع البترول يعني بهاي دول الإشياء إذا بدنا نكون علميين مش عم يدافع لعن الروس لعن غير الروس أينو أنا ملك علمياً إنه علمياً بتشوف الأرقام لا مفيش ببتزاز بالعكس الدول اللي عم يقمروا فيها البايبلاين هني اللي عم يحطوا شروطهم مثل مصار بأوكرانيا أوكرانيا خربتنا وراها الغاز كل هالدول بتخرب كل هالمشاكل اللي هلأ نحنا فيها هي غاز غاز وبس لا مسيحي مسلم لا سني شيعي لا مشعار لا محاور شرق وغارب لا اللي بدك هي غاز بس العالم يعني بيعطوهن يوهن للناس عقد ما هني بيحملك يعني إذا لقوا محل واحد مثلاً أبيض واحد أسود بيقولوله أبيض أسود المشكل بيقسموه واحد شو عارفني شو كيفه بيقولوله هيك لا ما هي أصلا يعني هلأ أزربيجان شيعية وتركيا السنية ما هي الفكرة يعني هيدا النظرية ساقطة ومتعم قولها لا هلأ بلش يشوفوا أنه ايه مزبوط كيف هيك من الأول منحكي ما إلا علاقة ما خصة لا سني ولا ما إلا علاقة مسيحي ما إلا علاقة هيدا موضوع غاز إذا اتنين أخوي على الغاز بيضبحوا بعض ما إلا علاقة ما إلا علاقة طيب شو اللي هلأ المشكل الموضوع الصراع العالمي موضوع العملات مين بيطبع العملات هيدا هو المشكل الأساسي هيدا هو المشكل العالمي هيدا رأس المشكل جيد بلا ما فوت مين بيطبع العملات وهيك خلينا ننزل لها اللي تحتها هيدا كي ألا حديث تاني ننزل لها الطبقة اللي تحتها الدولار يلي بيخليلوا قيمته هو الطلب عليه لما تعلم في 1991 وقت فكوا الدولار عن الدهب صار الدولار قيمته بيحددها لقوة الاقتصاد الأمريكي أو قوة الطلب عليه أهم مصدر طلب على الدولار هي البترول لذلك وقت كيسنشر 14 على السعودية وعمل انت في أمن بيى البترول بالدولار فقط طلعت كلمة البترول دولار وبعدين وبترول mulher أعمل أيها المصدر إذا يمت vinrendre الطلب على الدولار يض Carepay итоге طالما التواجر يكون قيمته محفوظة The the US is broadised اقتصاد ريعي قايم عدان ما انه قايم على انتاج وما وارفهش عنده مشكل يعني اذا قيمة الدولار اقتصاد الامريكي هلا ما بيقدر يحفظ قيمة الدولار اللي موجودة قيمة الدولار عم نحكي نحنا دايما من قارن بالذهب بدك سلعة حقيقية موجودة هوني بنرجع على بيع الدهب بلبنان قيم صيبت المصائب هاي دي اذا صارت يعني شو بدي يعني مش هزيمي يعني مش انه شو بدي خبرك اكتر من هيك اذا اخذوا لنا دهبات اللي بعضهم موجودين هلا اللي بأميركا راحوا هلا اللي موجودين هون اذا بيخذوهم هيدا ريل جولد يعني دهب مش ورقة على البورصة هيدا ريل جولد هيدا بيعملوا حرب كرمالو بالدول بس عكل حال فازن موضوع الدولار اجا الروسي طلع الغاز نفس البترول قال لهم ما بدي بيع بالدولار شو صار خف الطلب على الدولار الامريكاني بدو يرجع عيد الطلب على الدولار بدو وجود الاحتكار الروسي للغاز بسبب له مشكلة صار بدو من السؤال الاساسي للغاز اوروبا تاخد تعريبا 500 مليار متر مكعب بالسنين على التقريب حسب كل شهر بجانيوري 60 ل 70 باوغسط 20 ل 30 مليار مهم الغاز الامريكي ما عندن غاز طلعو من الغاز الصخري الغاز الصخري بطل 20 سن اغلى من الاوروبي ما بيقدروا يسوقوه فبدو مصدر غاز يقدروا يقطعوه او يكسروا احتكار الروسي ما عندنهم محلين المحل الاول هو الغاز طبع شهر دنيز اثناني طبع ازربيجان الي بدو يخد الغاز التركمانستاني والكازاخستاني على باكو ويطلعو من حد ناجورني كارباخ قيمة ناجورني كارباخ ان الكوريدور طبع البايبلينز مرق بلزقه هاي دي امتر بدو يطلع هيدا البايبلين يعطي اوروبا ويشيل يكنسل اذا بدك سلطة الروس والايرانية وانا تفهم الايرانية مع مين مع الازرية ليه لان اذا بيطا هيدا الغاز بروح سلط الغاز تبعيتمون هني والروس فاتنيناتوا مع ارمينيا لانو ارمينيا مسكر الطريق في جورجيا بينتون بدو يطع من ازربيجان لجورجيا ويقطع هاي معركة هاي هي معركة الغاز بلشيت قريب لا وقت هوني بلشت مفوضات صح مش يكي مش بلشيت فجأة مي 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 ما حدا بيعرف ليه والعالم اللي عم بتموت يا حرام هني ما بيعرفوا لي عم بموت المحل الثاني اللي هيدا البايب بيطلع منه هاي طبع شرق المتوسط نحنا طلع عنا غاز بشرق المتوسط وبلق اربع في غاز والفهمت الرئيس انه في غاز واسباب سياسي مطلع اوه هذا الكلام صحيح اجو في بايبلاين الغاز الاسرائيلي غاز غالي غالي يعني ما في روح على اوروبا بيسعره ازهل عمدات بايبلاين البايبلاين الثاني المقترحوي من اسرائيل الاسرائيل يعني العدو الاسرائيلي مش ضررين دائما يقول ايه هم تالي اسرائيل اوبروس يونان وين المركز بيمرق منه البايبلاينز باوروبا تركيا البايبلاينز اللي بتيجي يبتم مرق معظمه بتركيا او باوكرانيا اوكرانيا عملو لهم الحرب تركيا عاملي كزا بايبلاين عندن تركيش تريم عندن عدت عدت بايبلاينز فازان تركيا هي بهمة انو مايطلع هيدا موضوع من ايدا فمستعد تعمل حرب وينما كان اذا بتحس انو هيدا الموضوع يطلع من ايدا البايبلاين اللي بيطلع على اوروبا برات هيدا من وين من ليبيا على اوروبا ليبيا فيها حرب تركيا عم تدخل بليبيا والروس بليبيا باحسته من شان بايبلاين بيطلع من ليبيا على اوروبا البايبلاين هلأ هيدا كمان هزيمة كبيرة اذا من روح فيه وهيدا مفاوضاتنا نحن اللي عم نعملها هيدا مفاوضات غلط وقتا غلط كله غلط فيها الهدف منه مش انو الاسرائيل يرسم ويطلع غاز مش هيدا الهدف منه انو هيدا البايبلاين يصير عرفت كيف هيدا البايبلاين بدو ياخد الغاز اللبناني والسوري اذا قدروا مشان هيك الحرب بسورية على اوروبا منذو ما يقطع بتركيا فالاتراك فيتوا بسورية بالحرب السورية عرفت كيف هدفوتوا عنها اذا نحنا لكن تبه نحن بعدنا عم نتعامل مع موضوع الغاز بطريقة ولداني بشكل طريقة السيسجي بشكل انو منا نفاهمين شي منا نفاهمين اللعبي الغاز بالعالم للروس ما بنا كتير من نلعب ونيجي نتزاكا سعده لقاطي الامريكاني صادقاتي الاوروبا ونحن بلد صغير اذا ما اكلناها قتل من الامريكان ما كلا قتل من الروس ما كتير بده شو اسمه نحن الغاز تبعنا او الغاز تبع الشرق المتوسط اللي بده يعطي غرب اوروبا لانو الغاز الروسي معظمه صار عن بيروح على اسيا عم بيروح على الصين معظمه ودشنه من هايديك الشني وش اسمه باور اوف سايبيري الخط بيعطي الغاز وخط بيعطي بترول وغاز قنعوا خطتين على الصين والغاز الإيراني معظمه بده يروح على الهند ويروح على باكستان ويروح وعملوا لخط الباكستاني الغاز غرب المتوسطברים بده يروح على nell Past Brasil شرق المتوسط بالتعاء البعث راح على أوروبا طريقه اللي التركي بدو إياها هي لبنان سوريا بالبار تركية بيتوصل على تركي ستريم وبيعطي أوروبا وهذه الطريق المنطقي أكتر شي واللي فيها يعني والأرخص تجي بدك تعمل خط بالبحر بدك تكسر لإحتكار الروسي واحد لأنه هيدا وقت يطلع من إسرائيل على أبروس أبروس اليوناني مش هيك كمان التركي حوالين أبروس يصبحون وفينا وبيعمل اتفاق مع الليبي ويسكر لهم الطريق وشوي بيش المصري واليوناني بيقولولو لأ بدنا نعملها هذا موضوع كله غاز نحن وين نحن ما ننطبه أمبوب الغاز نحن ما قلنا مصلحة فيه لأنه هيدا الأمبوب الغاز بدو ينعمل هو لتسويق الغاز الإسرائيلي البساطة نحن بدنا نودي الغاز تبعنا يعني طريق من الطرق المنطقية هي تركيا سوريا تركيا لأن الغاز اللبناني مش بس الغاز السوري أغزر من الغاز اللبناني أغزر فهيدا هي الطريق المنطقية الوحيدة اللي روح من الغاز طالما بس مين هون رح يعارضنا بهذا الطريق الأمريكاني ما بدون ينعمل هذا الخط أمريكاني بدو يكسر احتكار الروسي بدو الخط يلي بيقدر يكسر فيه احتكار الروسي ليهو عبر اسرائيل أبروس يونان إسرائيل أبروس يونان يعني هيدا الخط اللي بديكسر احتكار يعني نحن إذا رحنا على هذا الخط الإسرائيلي اخسرنا وإذا رحنا على الخط التركي ربحنا يعني عم نحكي عن بسطة الأمور إذا بدك هيدا أغلى وهيداك أرخص هيدا مع العدو وهيداك مش مع العداء يعني هيك بدك تشوفها أنه هون الغاز الإسرائيلي لحاله ما بيقدر منه إيكونوميكلي منه فيزيبال مشان ينعمل الأنبوب كرميله غاز الليبناني أرخص غاز إسرائيلي كان بيتامار واللبليفاتين هيدولي الحقلين كتير عماء كتير عماء وكمية الغاز كتير موكلفة فيه طيب المفاوضات يعني مفاوضات ما هتخلص خطأ كبير إذا فكرنا أنه الأمريكان جايين يفاوضونا بس من شان نقسم هيدا المنطق المتنازع عليها لنقل له للإسرائيلي أنت والله شو فيك تعمل ما نحنا شو فينا نعمل خطأ كبير إذا فكرين هاي لو قسمتها مش حقلونا نطلع الغاز إلا ما نوفع أمبوب الغاز هي اللعبة هو أمبوب الغاز ومش تفهمينها للطرف اللبناني ما بعريف بشك بشك ما فيني قول إيه ما بعريف يعني ترى عائلنا نأمة هذا الأمبوب الغاز نحنا أكتر ما هو نعمل لأن نحنا معارفين كيف نتصرف طب بتحكمين ما أنا ورقة ضغطة لاش ما أنا ورقة ضغطة نحنا ورقة ضغطة كبيرة طب إذا الأمريكان رح يخلوك خير لكن الأمريكاني عم ينسحب الأمريكاني فالل من المنطق منه موجود الأمريكاني معهد موجود عنده مشكل كتير كبير بأمريكا الانتخابات الأمريكية هلا بتشوف شو هتعملوا فيهم طب إذا هيدا المصلحة الغاز السوري والغاز اللبناني يمرق بسورية يجا يروح على تركيا ويوفر على غرب أرباصة ما عم نشوف تدخل تركيا مباشر ولا عم نشوف تدخل تركيا تحت ما إحنا بإدلب ما بدون يطلعوا وتأثر من السوريين اللبنان عم يجوا على الشمال عم يصير عندهم نفوذ عم نسمع بكلنا طب عم نسمع بس ما في شي دليل يعني أمتى بدك تشوفه هي بتشوفه لك وقت الدولة بدأ تبني خلايا بدولة تاني بيأخذ معا بسدقتها بسياسة لا عم نحكي بكله علمي يعني مفوط لسياسي يعني حتى سلطات الأمنية يعني نفت هدى الأمور نحنا عم يقول لك شو عم نسمع برجع بيقول لك دليل بقى لك ما بعرف تقال لي عطيني دليل بقى لك ما بعرف ما عندي دليل بقى لك شو عم نسمع ومنطقيا انه يكون عندهم قوي هون في موضوع الغاز يعني انسى موضوع موضوع الغاز منطقيا انه يقدروا يعملوا هون يكون عندهم شيء يصير يحكو فيه هذا عادي لا يوجد تركيا لديها مصالحها مثل إيران مثل أمريكا مثل روسيا كل هذه الدول لديها مصالحها نحن مشكلة ونفكر أن الناس تأتي لنا مثل الفرنسي تأتي لنا لما تحب التابولي نحن هذا مشكلة نحن عنا في عنا سذاجة وبساطة مثل تطلع من الزمانات تطلع على ضياء تجد أهلها عطيبة نحن بعدنا هنا طيب يعني شو المطلوب هلأ من الحكومة اللي بني بده تتشكل أو من الفريق اللي مفوضة اللي بده يتشكل ما في نيلون ما هي الفكرة يعني أصلي ما عنا شو عنا ورقة ضغط نحن عندك أقوة ورقة ضغط بالعالم اللي من نسبة لوجودك المقاومة عندك سلاح موجود انسى اسمها مقاومة اسمها أحسام تعمل حساسياتك انسى عندك يهي قوة شو ما كان اسمه وعندك جنبك في شي اسمه الاسرائيلية صح هايدي القوة مدايقة الاسرائيلية صح ولا لا من هون بتبلش ما بتقول أنا ضعيف وما عندي مشانا هيك لكن عامل حكا تحت الطاولة عن تقارب تركي حزب الله موارك ترجع بتقولي يا موارك نعم كتير عامل حكا بالكويس مش تقارب تركي حزب الله انه يمكن كمان لا يشكل ورقة ضغط كرمان الانبوب ما يقطع هلا التركي مثلا له مصلحة بها الشغلة بس بدي وقف مثلا المعركة ازاربيجية بدي وقفها هوني يمكن مع الايراني يحكي يرجعوا يضغطوا هون ما بتعريف يعني برجع بقلك هادولي هادولي مصالح دول ونحنا غلط نفكر حالنا اول شي غلط ما نعرف شو قيمتنا بالضبط وقدى قوتنا نحنا قوية بكتير محلات وغلط نفكر حالنا اقوى مما نحنا هاك وهاك بدنا نعرف بالضبط وان احنا حتى نعرف كيف بدنا نتحرك وقال له حم نخسر مثل الفرص الضيعة تاريخ لبنان هو مجموعة فرص ضايعة بعدنا الهلاء فرص ضايعة يعني نرجع بنحكي مثلا وقت كنا موضوع طريق الحرير هادي كما رحكي نعمة السيد جرال موضوع طريق الحرير الصيني بده كل طريق الحرير خبرية الطريق بده يطلع من النفوذ الاميركي عليه النفوذ الاميركي بالمضائق مضيق ملكة اندونيسيا باب المندب مشانيك حرب اليمن قناة سويس قناة سويس على الحطين اسرائيل باب المندب في عندهم قواعد بتجيبوتي وصارت الحرب اليمن على فكرة مشان تكسر هيدا الموضوع وفي عندك ملكة ومعون اندونيسيا محدة بقدر يتحلفز هناك مسيطرين ايا سفينة بده تفوت ع الصين بده تمرؤ من هيدول واحد من هيدول او اثنان او ثلاثة حسب وين جاي السفينة طريق الحريري بده يطلع من هيدا الصيني بده يطلع من هيدا الكابوس عملوا طريق البرى البرى وين مريء مريء من تركيا وممكن يبرؤ من روسيا بالطريق التاني تركيا عدة مواصلات ما تستقل فيها واردوغان عارف قوته وعارف كيف يلعب اللعبي هيدا الفرق بين واحد بيعرف قوة بلده وين شو بيقدر يلعب وناس بانا عارف شو قوة بلده هديك زمان يعارف شو قوة بلده وعارف كيف عم يلعبها وعم يزد دايما الصراع برات بلده يعني فيه ينطر يقعد مثلنا ينطر العالم لا تجيل عنده وبده تشلحه فيه هو يكب الصراع بره بقدر نظر عن العواطف والانسان هي هيك الاشياء بتمشي فيه شيء اسمه واقعيه بالسياسة الدولية شيء اسمه واقعيه نيو رياليزم مش رياليزم نيو رياليزم فنحنا بعدنا بدنا بعد شوية وقت او حقينا صار لازم نفوت بهدول الاشياء ونفهم حالنا وين لانه حكينا شوية يعني اذا لك دكتور باكسيم حكينا نيو الواقع حكينا قصص علميه شرحتلي الخرايط شرحتلي المشكل وينو بس كيف ننطبقه داخليا هاي الفكرة يعني مي بدي يشرحلون للسلطة هيك مي بدي يقلون انتوا هيك رايحين ولا هيك رايحين ولا نحنا يعني للشعب عنده إدراك بهالموضوع وعنده إلمام غير الخبراء وعنده إلمام بهالموضوع يعني المواطن العادية ما رح يكون عنده إلمام بكل هاله الموضوع مش مطلوب منو ولا السلطة الباري عنده إلمام اللي عنده لو عنده إلمام يمكن كانت تصرفت أسرع من هيك أو أسكى من هيك طب يعني وين نحن شونا نعمل بهالموضوع لك هي بده تبلش مي رح يهزون هيك اللون انه بعوهم الشعب شو بدك بهالحكي الجيو سرتيجي الناس بشوفوا مصالحهم عم تتطبق ايه اولا أكيد لا متل ما انك شايف بدون يضغطوا على الطبقة السياسية بس الناس مش عارفة هايدي اللي عم تتحادتك شرحته بس هلأ شو بدك بحياتهم اليومية بحياتهم اليومية بلاك اوكي ما في غاز شو بدين بالغاز ايه بس سلقوله مصرياته بالبنك صورة خدوله مصرياته بالبنك لأن الناس عم يعطون 30 بالمية من قيمتها والعالم عادي بالنسبة له ورواءه مش الحال شو يقلولهم دولار صار عشر تلاف كمين رواء كمين حال اذا الناس ما هيدعم قلك نحنا رحين على الفلقة بالفلقة اذا موعينا في فلقة تانية واقوى منها لحد ما نوعه توليت لا منها توليت دايما في كتب دي دا منها توليت بيكون صار الغاز الاسرائيلي صار بنص دين الماني بيكون صار لا لك هذا المنوع الحمدلله اللي منه بتعلق بس فينا هذا موضوع روسي امريكاني هلأ اذا بتسمع مثلا ممكن تسمع بكرة انه في حوار او مفاوضات روسية امريكية مثلا مشان شرق المتوسط مشان لبنان مشان شي مش لأنه لبنان يعني الاسطورة الفضيع مشان الغاز اذا سمعت انه في حوار صيني امريكاني مشان لبنان مشان الميناء كنا عم نحكي عطريق الحرير احنا راحوا الصيني على اسرائيل عملوا المواني حيفا واشدود وضربوا لنا الميناء طبعا هني ابدو رغبتهم كمان ببناء مرفق بيروت بعض منظرة هني الصينية لازم يجوا عم مرفق بيروت الاسرائيلي ماسكوا مشان ما قطعت من قناة سويس امسكناك عنا ماسكوا الصيني بدو يفلت بدو يجي لعنا او بدو يروح عم محل يفلت منه بس عنا على ليلي المحل اللي هيدا فنحنا مش اشعينا هادي مش شايفينا نحنا منحط يعني نتجه شرقان ما في قضية التتجرب بتفتح بلدك شايف شو وسيطة محل ما قللك مصلحة مثل اتراك عاملين يعني بتفتح بلد كل عالم الدنيا كله عاملين هاي يعني في حالك بدي بيتو بيقفل بيتو بول انا اذا في دكاني ارخص من دكاني انا ما بدي تعامل بتطوح محل مكان بشتري الاشياء اللي بدك ايه بتحقيق مصلحتك نحنا بدنا نحقيق مصلحتنا لعند الله نكون فلقه كشعب كمجتمع حتى نتعلم نحقيق مصلحتنا يعني بحكم هيك خبرتك او اطلاعك ع هالموضوع اه عم برجع اكرر السؤال بصيغة تانية هل في ادراك لك عالموضوع اللي انا عم عالمستوى السياسي يعني من اول يعني من اول هزت عصة امريكانية بق 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 صلنا للإطار التفاوت امريكاني هلا اعصى تانية راح نعطي الغاز لإسرائيل وحبهم روصلوا لهوني ايه ايه اذا بنضلنا نحنا ماشيين وغاشيين هنوصل لهوني بش يعني شو عم تقلي غاشي ماشيين شو المطلوب من الشعر تقليك في قوة بلبنان المنيح يعني الحسني انه هيدا الانقسام خلى في قوة ما تخلي الاشياء تروح بهذا الاتجاه منيح ولكن في محل يعني هيدا الموضوع منو بدنا نتجي بدنا نطلع باتجاه واحد ما بيمشي الحال بدك ناس تطلع بكل الاتجاهات مية من مية شو ديالك بدك الناس تنزل هيتقتل عام شو ديالك تقلي نطلوب من الناس توعى شو بتعمل يعني اذا المفاوضات بستلمينا رجال السلطة في هزة عصة امريكانية او فرنسوية هزة عصة لمن دخلت للسلطة مش للناس هزة عصة للسلطة خلت السلطة تتنزل بتنزلوا عن كل شيء الحكم والسلطة بقتل فين بقتل فين مش عم نحكي على الحكم نحكي على السلطة في واحد يكون بالحكم ما عنده سلطة في واحد يكون بالسلطة ما عنده بالحكم هم مثل هاي دول اللي مثلا ما فاتوا بالوزارة ما فاتوا بس قادري صايت قادري ايه انا بدأ جاعي هون عيد السؤال بس تعمل خلاصة للموضوع اذا راح الغاز من لبنان على سوريا على تركيا بيسا على الغرب ارخص ارخص لمن للكل لألنا ولكل العن اربح لنا يعني؟ طبعا اوكي وازراح عبر اه حيطلع واحد فاهيم يقلك ايه ما هو طالع بالبحر فنحن نشيبه من البحر لهون دي شوي ايه ما طالع بالبحر ارخص توصله لا مش ارخص وصله لهون اوكي والأغلى اللي بيكلفنا اقتلوا يمكن ما نربحها لقد دي اذا راح هيداكي لمصلحة اسرائيل مية بالمية وانتبه وانتبه هونيك من كلا قتله من الروس ما هي فيه كمان مش انه يعني الروس ما هيضحي باي طبعا ما نشوف الاتراك عم يدخلوا به الموضوع لانا اقناع اقناع على رجال السلطة ولا لا ما فيه ما فيه دول تفوت التدرق يعني محاق امريكا تدخلات يعني تركيا قد قويت ومنو يعني منو هالقويت طبعا ما عم تفتح قنوات انتصال او قنوات ووركشوب يمكن عم يفتح ما فيني عارف بعدين بلبنان ما فيه كل واحد بيسمع لحده يعني يمكن جماعات تركيا ما عندهم هالتأثير طبعا طبعا ما هي الفكرة كمان جماعات تركيا اذا سمعونوا بيتهمون وديك وديك اذا سمعونوا بيتهمون طبعا اتراك منو ملايكي ايه منو ملايكي مش عم يدافع على التركيا بس الفكرة انو مما سمع الامير رح يخونوا بدنا مصلحتنا بدنا نتعلم نشوف مصلحتنا يعني انا كيف الخطاب تغير وصار فيه اطار للتفاوض من شيطان الاكبر للوسيط النزي بكرا بيقولوا كمان تركيا اللي كانت هي مركز لداعش والنصرة بترابلس الشميل بكرا بتصير حليفة اذا مشوا بحد الخاط يعني كله عم يتغير مظبوط ايه ايه في الاخلاء يعني ايه خطاب السياس عم يتغير كمانا يتغير حسب المصلحة ان شاء الله خير ايه حسب المصلحة المشكل انو او للأسف المصلحة بتكون لناس وناس من بعدنا ما تعلمنا نشوف مصلحتنا كبلد انو هلا بتسمع الناس مثلا بدون يقسموا عم يطلع هلا خطاب تقسيم ما بعرف كيف بفك ما بعرف كيف ركب راسه ما بيطلع بيحكي بالتقسيم ما قولش مبتركة كيف ما بقرمتها بس دي كان عارض تقسيم صار بده تقسيم طب بيغض النظر اللي عمله حرب ضد التقسيم بيغض النظر بيطلع واحد عم يقلك بديك تقسيم الدولة قوام الدولة الى الى اشياء معينة ما عمنا موجودة كيف مقسموا بلبنان بعدان او مجموع مقلع القوام بعدان بصير تكيلة قتلي من كل المحلات اذا بتشوفها متل ما المقترح تتقسم يعني هيك متل ما بيحكوا بس دي كيلة قتلي من كل المحلات ما بتزبط تعلق ببعضنا منعلق مع العالم منعلق مع الدني ما بتزبط بروح لبنان فإن شاء الله بيجي الوقت سين عالف وصحة الله دكتور واسيم ظهر على امل انه يكون في وعي من الشعب ومن السلطة لمصلحة لبنان الكبيرة والعليا مثل ما كل البلاد بيكون عم تطلع بمصلحة العليا نحن نشكر حضورك معنا وشكرا على هالقراءة يعني هيك الموسعة موقعنا بستراتيجي اذا صح التعبير شكرا على حضورك معنا مش دي هالكيران بتمام ساعة سبعة ونص نكون مع النشرة الاخبارية المفصلة اشتركوا في القناة